اشتركوا في القناة المليوني حبة في اليوم وتغليف الاقراس والحبوب في شرائط صحية حديثة بمعدل مليون ونصف يوميا وكذلك تضم اقساما لانتاج ادوية تنتج لاول مرة في الشرق الاوسط منها مادة التخدير المعروفة باسم الكلوراتيل التي تحتكئها شركات عالمية وقد امكن انتاجها الان في مصانع الشركة باجهزة مصرية بحتة كما تنتج المصانع احدث مشتقات الكورتوزون واحدث الادوية لعلاج الروماتيزم ونقط الفيتامينات للاطفال مما يوفر على البلاد عملات صعبة اجنبية قدرها 3-4 مليون جنيه سنويا وقد اناب العمال الدكتور محمد الشحات ليبلغ السيد نائب الرئيس شكرهم وتقدير عائلتهم لقوانين تأميم المعامل التي كانوا يعملون بها والتي نقلتهم الى حياة كريمة توفرها لهم القوانين للشراكية العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر